خطوات بسيطة جدا بتجمع كل سيدة فينا بين التنظيم والترتيب وكمان شكل وصيلي البيت عندها تعالوا مع بعض نشوف السيدة اللي قدامنا دي وكمان الروتيني السريع في البيت عندها هيوصلنا اكيد لنتيجة عاملة ازاي كل واحدة فينا كده بيكي عليها الوقت اللي بتبدأ كمان تفضي كل دورة في المطبخ من جوة وتبدأ بالفعل كيف تنظيف الحطان المحيطة بيها وتنظيف كمان الارفو في ديب كل محتوياتها وتبدأ يترجع كل حاجة بنظام وترتيب يعني مايكروز بتاعك على كمان الرف او ضرفة المطبخ المفتوحة دي اللي اكيد برضو بتبقى عرضة للدهون بصورة كبيرة لكن الست الشطرة هي اللي هتلاقيه دايما ايديها في البيت باستمرار مطبخة كده اول باول يعني النهاردة همسك ضرفة النهاردة همسك وراء التلاجة في يوم تاني همسك وراء البتغاز اول باول كده احس ان الدنيا حواليا نظيفة وزي الفل بعيدا طبعا بقى كده عن الكركبة والفوضى امور البيت هتمشي معاك بمنتهى الثلاثة وطبعا السيدات اللي زي دي بصرف النظر طبعا عن ثقافتهم عن كمان يعني يعتبر استييلهم حاجات كتيرة جدا بتسبوها لي تحت في التعلاقات وانا اكيد متفقة معاكم جدا لكن هو ده اسلوب حياة بالنسبة لنا كلنا هي دي الروتينات اللي كل واحدة بتقدمها طبعا هم بيقدموها بثقافتهم بيعتبر بالبيئة بتاعتهم بشكل واستايل الحياة عندهم لكن احنا طبعا اكيد دايما بنركز في هدف معين هو شكل البيت استايله طبعا وصده كله هتشوفه كمان سيدات بقى اشكال وكمان يعني يعتبر ثقافات كتيرة جدا ما احنا كمان هنا في القناة مع بعض بعرض لكم يعتبر فيديوهات لكل بلد وكل بلد من دي زي ما احنا عارفين ليها افكارها ليها اعدادها ليها تقالدها لكن وصده كله دايما بنركز في الحاجة المشتركة بيننا وبينهم ممكن طبعا روتين تنظيف البيت اللي كل ست بيت فينا بتحاول اكيد تقوم بيه هي بتقدمها لنا بطريقتها واسلوبها لكن اكيد لو جينا نركز في المضمون بتاعنا هنلاقي مضمون حلوة جدا اللي هو اهم حاجة عندنا شكل الروتين شكل كمان نضافها التغييرات شكل المنزل هي دي اهم فكرة يمكن هما بيحاول يوصلها لنا واحنا كمان بنركز فيها لكن بقى النازل اللي بتركز في حاجات تانية اكيد طبعا يعني دي ممكن يكونوا بيفكروا في اتجاهات تانية احنا كل تفكيرنا هنا في الروتين وتنظيم البيت والافكار الحلوة اللي احنا بنشوفها مع بعض واظن كمان مش هي بس الوحدها لسه كمان متكاملين مع بعض الفيديو وهتشوفوا معايا كمان سيدة تانية وروتين البيت عندها وتنظيمه وترتيبه وكمية افكار حلوة جدا هتعجبكم وحابة اقولكم بشكركم جدا وبشكر كل الناس اللي بتتبعني من كل مكان وحابة كمان اكيد اشوف لايقاتكم الحلوة واشتراكاتكم معايا اللي انتو اكيد دايما بتحفزوني وبتشجعوني بيها طبعا بقى الموضوع ما بيكونش مقتصر معنا هنا على شكل البيت او كمان الديكورات الاستايلات لان زي ما احنا عارفين كل بلد في ديو هتلاقي كده شكل اللي يعتبر الادوات بتاعتها مختلفة شوية استايل البوداجزاتي الغسالات بتاعتهم ممكن يكون ليها استايل مختلف عن بتاعنا اي نعم نفس الغسالات اللي ممكن تكون بتتفتح من فوق زي ما احنا عارفين اللي هي الغسالات فوق اوتوماتيك لكن هتلاقي برضو ليها استايل خاص بيها فالنص كده يعتبر فيه استوانة كبيرة شكل البوداجز كمان مختلف شوية عمتا يعني في المقبل العام هي هي لفس التفاصيل لكن هتلاقي فيه اختلاف بسيط او طفيف جدا وبتقضي معنا نفس الغرض وهتشوفي كمان شكل البيت بكل اهتماماتها بالمنظفات اللي بتورها لنا وبتحاول تبهرنا بيها يعني شكل البيت زي ما بيختلف زي كمان ما انت بتحس ان انت استمتعت في فيديو حلو يعتبر لفيت العالم كده وانت في بيتك من خلال فيديو سريع وكل طاقة ايجابية زي ده كلنا طبعا منكم محتاجين شوية تحفيز ونشاط وباور زي اللي احنا بنشوفهم الست اللي قدامنا دي حريصة دايما على شكل البيت عندها وخصوصا طبعا المطبخ المطبخ اللي بالنسبة لأي واحدة فينا بتقضي فيه اغلبية يومها لحد ما بتوصل طبعا للنتيجة والشكل اللي هيعايزاهم وكمان في نفس الوقت الاجهزة اللي بتساهل عليها عملية التنظيف بالمجنزة زي ما شوفنا سريع كده وبعد كده جابت الميا والصابون والممسحة بتاعتها ويلا بينا نبدأ كمان في دعك الارض الاول كويس وبعد كده بتبدأ في تكفيف الارض بمنتهى السهولة ومسحها كمان وتعاقمها بالمنظفات والمعاقمات اللي ممكن تكون بتستخدمها عشان تساهل عليها تنظيف البيت لحد طبعا بنوصل للصورة والنتيجة اللي احنا عايزينهم في البيت يعتبر كده بالنسبالك هيخب منك وقت وجهد لكن صدقيني مجرما بتقومي بالنتيجة دي هتوفري على نفسك يعتبر تفاصيل كتيرة شكل البيت والنتيجة بتاعته وكمان التنظيفات السريعة اللي كل واحدة فينا بتحلم بيها هترياحك نفسيا بعد كده يلا بينا كمان دلوقت كده ندخل مع بعض على الروتين يومي سريع وكمان تنظيف البيت اللي مش هيخب معاك وقت حتى كمان كمية الملابس اللي بتبقى عندك مجرما بتبديع يومك وبتحطي كده لغسلتك وشوية المنظفات وتبديع كمان تشغلي غسلتك في بداية اليوم على ما بتشوفي طلبات البيت عندك وكمان طبيخك وشوية الانتزامات بتوعي النهاردة بتكوني كده أنجزت في يومك وغسلتك ولغسيل بتاعك بالفعل خلص تنظيفة سريعة كده للبيت عندك على ما الغسلت خلص وبالفعل هتطلع بالحاجة كده والنتيجة زي الفل بتقولك طبعاً الغسلت دي يعتبر حلوة جداً وبتنجز معاها في الوقت وبتبدأ كمان تعصر كده ودي كمان فكرة الغسلت اللي قلتلكو عليها يعتبر أشبه بالغسلت والمجففات اللي موجودة عندنا بالضبط يمكن دي نفس الستايل ونفس كمان يعني يعتبر الأفكار واحدة بصرف النظر طبعاً بقى عن استايلات تانية صحابة نشوفها ممكن تبقى مختلفة عن الموجودين عندنا وبتقولك طبعاً شايفين كده الغسلت والمجفف بيقضوا معاك الدور على أكمل وجه تعالوا نشوف طبعاً بقى كمان جزء من ترتبها وتنظيمها لغرفة النوم وطبعاً الجزء ده بيوفر معاك مساحة في الدولاب وكمان لو انت مساحة البيت اللي عندك صغيرة بيشيل معاك تفاصيل كتيرة وساعتها بالفعل بتحسي ان غرفة النوم كده فيها جزء كبير جداً بيوفر لك في المساحة وكمان استغلال البيت عندك استغلال مثالي ونضفة سريعة كده لكل محتويات المنزل البيت البسيط جداً اللي قدامه ده اللي يعتبر من الزحمة في الأساس ولا في العفش بتاعه بل بالعكس هي كل حاجات المهمة والأساسية في يومهم تيجي البوسط كده حتى بنيل السجاد أو الكتح الصغيرة اللي معمولة طبعاً هند ميد ومعظم السيدات بتبقى شاطرة جداً في تكوين طبعاً وتنظيف الحاجات دي بصورة مستمرة وشكل كمان الخماد بتبقى قد إيه حلوة وبتقدري كمان تختاري الألوان اللي انت عايزاها بمنتهى البساطة زي كمان خطوات التنظيف والتعقيم اللي شفناها دلوقتي اللي بتعملها بمعظم بقى المعالق والشوك وخصوصاً طبعاً بقى المعالق الخشبية اللي بتبقى محتاجة كل فترة تعقيم كده بصورة مستمرة وبالفعل كده كل الحاجات الموجودة برا على أرفف المطبخ بدأت تنزلها وتغسلها وتعقمها عشان تبقى شكل المطبخ معنا بالصورة والنتيجة اللي زي الفل اللي انتوا شايفينها دي طبعاً بقى إمكانيات المطبخ فيها حاجات كتيرة ممكن أينها عم تبقى مكلفة زي الأدوات الكهربائية اللي يعتبر فيها كل حاجة عندها بقى اليرفراير عندها كمان الخلط بكل أحجامه عندها كمان كاتش مشين بتاعها عندها كمان برضو الكبة كل حاجة ممكن تبقى حديثة موجودة عندها وممكن برضو يكون نقصها بعض التفاصيل الحديثة في المطبخ حتى الفوت عملها روتين خاص بيها جمعت دلوقتي ككل الفوت وقت تبدأ كمان في غسلها وتعقيمها وتكففها بالصورة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض عشان تطميني ان الحاجة معاك نضيفها بصورة أكبر شكلها كمان كويس بتحفزي كمان على فوتك كلها بتجمعيها مرة واحدة بتختلاش تبع مع الملابس بلعكس بتطمينيها زي الفل وبتدقي كمان بتخليها المجافة في بتاك وبتطلعيها كده مية فل وعشرة ومجرم بتطلع وبتنشريها وبتجففيها بعد كده بقى بتبدأ بقى بتطبيقها وبتعيني كل القطعة في مكانها بشكل منظم كدا يعني لا فيه لك اركابها ولا فوضى بالعكس الدنيا بتبقى منظمة حوالين منك بصورة كويسة جدا بشكل منظمة حوالين منك بصورة كويسة جدا من دلوقتي كده بشوية افكار بسيطة وشوية الموعين اللي يمكن دول عقبة بالنسبة لكل واحدة فينا كل واحدة فينا طبعا تفاصيل المنزل عندها نفسها تبقى على اتم واجه ونفسها طبعا كل حاجة تبقى في مكانها الطبيعي لكن معظم الحاجات دي ساعة بتاخد مننا وقت وجهد بصورة كبيرة كلنا طبعا بنحلم بالتنظيم والترتيب على اكمل واجه عشان كده اتمنى من كل البيني فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو اعجبكم الفيديو هستنى اكيد طبعا لايكاتكم اللي حلوة حماسكم ومشترككم معي عشان نبيكم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة